حيث كشف مصدر مسؤول لتلفزيون النهار من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الفاف تلقت الموافقة رسميا لحضور الجماهير لملعب مصطفى تشاكر بداية من مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 منتصف نوفمبر القادم أمام منتخب بوركينافاسو وسيتم الفصل في عدد الجماهير لاحقا والذي لن يتجاوز الخمسة آلاف حسب ذات المصدر فيشترد دفتر التلقيح للمناصر للدخول إلى الملعب تذلك بالموازات مع مطالبة النخب الوطني جمال بالماضي في تصريحات أخيرة بعادة الجماهير خاصة في اللقاء الهام الذي ينتظر المنتخب الوطني أمام نظره البركينافية